للمتابعة نضم لنا من بغداد المحلل العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي دكتور لماذا العراق؟ لماذا هو الذي يتسلم هؤلاء حتى إذا كانوا غير عراقيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة المعتقلين كانوا لدى قوات قصد وقوات قصد كانت في صدد القيام بعملية عسكرية واسعة وبالتالي بات هؤلاء عبئ على قوات قصد وكان احتمالية هروبهم أو تعرضهم بشكل أو بآخر إلى إلى إمكانية أن يكونوا بعيدين عن المسائلة القضائية متاحة وبالتالي تم نقلهم إلى العراق حتى مع هذا الظرف يبقى السؤال يا دكتور لماذا العراق؟ الدخل العراقي به ما به يا دكتور لماذا العراق وفي هذه النقاط الحساسة؟ أحسنتم قوات قصد بالحقيقة لا تبتلك شخصية معنوية قادرة على أن تفاتح دول أو حتى أن تقيم محاكمات هي قوات تشكيل يقاتل ومدعوم من الولايات المتحدة لا تستطيع أن تسلم هؤلاء إلى تركيا لديها موقف لاتجاه تركيا ولا تستطيع أن تسلمهم إلى الدولة السورية وبالتالي كان الخيار الأفضل إلى العراق فضلا عن أنه أساسا داعش اعتمد مبدأ كسر الحدود أي بمعنى أن الظرف المكاني الذي فيه جراء هذا التنظيم هي تلطبق ضمن يعني الأخذ بمبدأ التوصيف المكاني والمبدأ المكاني أنه كان هناك جرائم ارتكبت مست العمن القومي العراقي حتى وأن ارتكبت على سوريا على اعتبار أنه مبدأ كسر الحدود كان جعل هناك داخل بين سوريا يعني مع التحفظ على مسألة عدم التسليم أو عدم القدرة والرغبة للتسليم مع القوات العربية السورية يعني هذه نقاط أخرى لكن استلام هذه الأعداد يا دكتور أحمد على الأراضي العراقية ألا يمكن أن ينشط من الخلايا الداعشية النائمة على الأراضي العراقية إذا كانت موجودة هو بالحقيقة المحاذير لا تكمن في المعتقلين نحن عندنا تحديات أكبر عندنا تحديات المتسللين وحتى بالنسبة إلى النازحين أيضا يمثلون تحدي ما لم يجري إجراء تدقيق في هوياتهم وفي خلفياتهم المتسللين هم أخطر المعتقلين هم رهن الاعتقال وتحت طائلة القانون ومسيطر عليهم الخطورة تكمن في المتسللين والمتسللين بالحقيقة تسللوا إلى مناطق تصنف أنها خواص الرخوة حتى خارج القدرات الوطنية في الاحتواء لذلك يصار إلى مفاتحة التحالف الدولي في مسألة رفع منسوب الدعم لقطعاكم في المواجهة على ذكر هذه النقطة في عجالة مسألة الاحتواء والقدرة على الاحتواء هل هناك بنود في القانون العراقي للتعامل مع هؤلاء أم لا؟ وهل تحدد موعد لإجراء المحاكمات لهم؟ نعم بالحقيقة الأصول الجزائية تقول أن التوصيف إذا حصلت الجريمة في العراق أو في منطقة تمس أمن العراق فلحق للقضاء العراقي أن يبت في مصير هؤلاء وأن يحاكمهم سواء كان أجنبي أو من جنسية عراقية لذلك لا يوجد ضير في بسألة محاكمتهم في العراق ولكن بعد صدور الأحكام هل سيصار إلى ترحيلهم إلى دولهم أم تنفيذ الأحكام في العراق؟ هذه تبقى ضمن إطار الدبلوماسية والعلاقات الدولية مع الجنسيات الأخرى أما فيما يتعلق في العراق فسيسلمون إلى وزارة العدل وهي التي ستنفذ الأحكام شكرا جزيلا ضيفي من بغداد المحلل والعسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي شكرا دكتور على كل ما تفضلت به شكرا